النهاردة جاي أعملكم وصفة جديدة وجميلة جداً بيكاتا بالشامبينيون هنجيب ده وهنحط عليه نصف كيلو مشروب وبعدين هنحط الزبدة بقى كمان كلها وكمان شوية كريمة لباني كده خلاص مع شوية فلفل حلوين بقى كده قوي 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 مع لمونتين طيب طيب الانتصار إحنا ممكن مثلاً نضيف تومة بشور؟ ثم لا بقولك إيه ما تلخبطينيش أنا أساساً ما صدقت حفظتها مبارح إيه؟ تذكرتها تذكرتها وهو أنا من ساعت يعني بطلت أطبخ ما بقيتش يعني أتذكر تذكرتها عشانكم حضرتك ما قلت الناشان يا وقد إيه لحمة لحمة إيه؟ وأنت تفرق معاك لحمة إنتي أساساً عظم كله يا ماما ده شكلك عمرك ما شفت ده إنتي عندك إنسدات في قناة فلوب وفي الأمعاء كمان لحمة إيه اللي بتسألي عنها؟ معلش يا تنتصار معلش بس يا شرف سكت إيه؟ إيه الريحة دي؟ شيات ده ولا إيه؟ يا بنات الريحة أهلاً أهلاً إيه الشيف شفوكو لا إنتي صار الشربيني يا جماله يا حركاته يا تكاسه أهلاً وسهلاً إزايك يا ماما والله يا ماما فاتك نص عمرك النهاردة طالب إنتي صار عما يكلنا أكلة ما أقولك إيه؟ إنتي هتقوليلي على طبيخ انتصار؟ حفيدة قبل نظيرة؟ طب اختلهم إيه انتصار؟ بكتب الشامبيون بس جنان يا ماما سيباني على النارة عشان تستوي تسلم رجلك قصدي تسلم إيديك يا حبيبتي وطالب ساعات جاي كمان ثلاثة أيام تعلمنا المكرر بالبشاميل ما شاء الله قسموا المنيو لو زي ما جاتش ليه تملح لنا الفسيح إيه انت نجوعة العيال نشفتيهم لا عارفين الشامبينيون ولا البشاميل ده انت لو فتحت التلاجة تلاقي واحد بيشهت يا شيخة يا شيخة حرم عليك العيال المبادري لازم تاتلي يختم البكاتة لا 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 عندي شغلة عندي شغلة بقول لك يا بنات عشر دقائق بالزبط وتدفع عليها عشان ما تتحرقشها وترموها على طول تاكلوها على طول عمر ما يكونش من قصها هتتخنوا هتتخنوا ها باي باي ما خلي بالك من نفسك من قلبك انا كنت جاية ليه جاية ليه اه شنطتي الحمرة فين؟ انا مخدش حاجة انا مخدش حاجة شنطة وحضرتك عندك شنطة حمرة اي لون التركواز دورولي عليها دخلوا قودتك ودورولي عليها دلوقت يا حالك انكتوا القودة ولازم تجيبوها هتضربوا بعض قدامي ما خدش حاجة يا بنات عارفة لو جيتوا من غير الشنطة هقطعكم شايفاكم دوروا كويس رحة ايه كلب ميت ولا ايه؟ ما غسلوش البكاتة ولا ايه؟ ايه فين البكاتة؟ عندهاش نفس في الاكل يا دي البكاتة؟ طيب طب يا انت صرصر هخليهم ان شاء الله يصرصروا من اكلك ايش محلقة؟ البكاتة بالشامبنيون ان شاء الله هيرموها ويشدوا عليها السفود حطي كان هنا فيه زيت زيت حطي شط كمان شطة شطة يلا يلا يا صرصر صرصر العيال كراهي ومفية صبرك عليها اعرف ان اغسله ولا اعمله أخصو بعض البيت ونصلوا ماهي يا باسم؟ و يا طونة PG بانضاعك لا يا حبيبي ادطان تتصرق انا بل الامخ ونحن كمان كنا وقافين معاهم واقفين معا ايه؟ ده لو حد جاب كابريت حتحولت النين حرام عليكي لا والله ايضا احنا كنا واقفين معا استنى كده للمدوم واقفين معا واقفين معا هات الميا هات الميا هات الميا واقفين معا فيك دي طعفة واقفين معا ياه يا رب اسبر النهاردة الله أكبر الله أكبر ازاك يا نور أهلا وحشاني الله يخليك ازايك الله يخليك تفضلي 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 عاملة ايه؟ ايه ده انت بتعملي ايه؟ اه بقر الفتحة بقر لهم الفتحة اصلي باحلم بيهم طول الليل تفضلي تفضلي ازاك يا حبابتي وحشاني انت كمان أخبارك ايه؟ تعبانة سناني قيمة علي لحشو نافع ولا خلع نافع السوس من هنا الهنا مش سايبني في حالي بعد الشر عليكي طب كويس بقنا أنا جيت أشوفك أصلا خلصت درس الطبيق مع البنات قلت عادي أقعد معاك شوي قطر خيرك ده انت دونا عن الحموات اه يا سناني اه اه قلبي بينشرحلك كده بينشرحلك وأنا كمان والله يا نور بحبك قوي بصي جبتلك ايه؟ ايه رأيك في الموبايل ده؟ موبايل؟ هو أنا قادرة عالكلام عشان اتكلم في الموبايل؟ يا ستي جايبالك هداية نزل عندي جديد في المحل هداية؟ يا حبيبتي بمناسبة ايه عيد الشرطة؟ لأ من غير مناسبة أنا ساعة تجيلي أجهزة حديثة عندي في المحل بحب أقدميها الحبايب تعيشي وتوزعي فييسة يا أختي أنت حتركنيه هاتي هاتي لما غير لك الشريحة بتاعتك فين هو مبايلي هنا آه أهو دمبيلي هنا خليه بعدين 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 إيه هاتي هاتي كده عشان نفرح بيه آه مش قدرة سناني بتوجعني أجيبه الزايدة طيب تفضلي تحجبيه بسنانك يا نور هاتي يا حبابتي هاه آه هاتغيري الشريحة هم ككتر خيرك عقباً ما نغير شريحتك يا حدي لا أنا على طول شحنة يا ماما ركز معي يا زكريا أنا عارفة أن مخك أملس ما بتثبتش فيه معلومة شرف راجع الشغل بكرة حسك عينك تعرف أن أمانة وجزء هنا في المزرعة عارف لو حد عرف مخلوق عرف هعمل فيك إيه هعلقك عن نخلة دي مش هخليك تعرف تنسل اتطميني يا سيادة المأمورة سرك في بير غويت ملهوش أرار والغفر منبه عليهم واحد واحد حسب تعليمات سيادتك بس هي بنت حضرتك وجوزها المغنواتي مستخبين في العزبة لها مغنواتي؟ ده على أساس إيه؟ أني بنت جزية؟ أنت ما تسألش أنت تنفذ التعليمات وانت ساكن دي أسرار من أسرار الدولة العليا خد بعد إذنك يا سيادة المأمورة هو هربان من حاجة أيوة أنا هزلفك على أفاك بالقصايا دي هربان أنا جايبها في جبل إيه يا ابني ما تريد؟ ده بقولك مطرب هيكون هربان من إيه؟ من شرطة المصنفات؟ قلت لك ما تسألش ما تسألش إيه فيه إيه؟ أنت واخد الغتاتة على الحب يا ابني يا ساتر خد هعمل إيه يا أمان؟ زي الفل هانطرشها من جنبنا وهانطرشها لي يا كابتن أحاسيس بصراحة يا ماما الوقت هنا بيمر البطء قوي وإحنا حسن إن إحنا عادين في سجن ومالوا السجن إصلاح وتهزيب وبعدين إنت اللي عملت كده في روحك كان لازم تروحي معا وتشرب الحلبسة ما خلاص بقى يا ماما إحنا قفلنا الموضوع إحنا هنعيده تاني؟ خلاص كلها ثمان شهور عرف يجيب سفرية بره هنخرجه تلاتة أربع المدة لا أمان الحمد لله خلاص مدير أعمالي لسه مكلمني وهيزبط لي حفلة بره مصر فين يا كابتن أحاسيس؟ في أوروبا حتى لو كانت في كينيا كينيا؟ كويس قوي طول ما إحنا بره الحدود المصرية إحنا في أمان هل ليه جيب لك العقد بسرعة وأنا هكتب لك على إفراد آمين يا رب آمين عشان تعرف أن أنا بعزك جبت لك كتاب في علم التطريز طول ما إنت قاعد فادي وزي هقان طرز خد يا خول ما طرز؟ سمع يا أمانة؟ ما أنا هطرز معاك يا حبيب لسه طازة وخارج من الفرن حالا إيه أوليلي شوقتين أبضوا على واحد من رجالة نبوية التمساح اسمه موسى الأشرم إمتى؟ لسه من ساعة وأبضوا عليه إزاي ده؟ ما هي عصابة نبوية التمساح دي كانت بتسرق شركة صرافة في الكهرة الجديدة وكلهم هربوا إلا مين بقى صاحبنا موسى الأشرم ده هو اللي أعفق دين بوليس برافو 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 كل ده وأنا نايمة لو داني مش حاسة طب بصي عايزك تأخذي كاميرا بسرعة يا سماح وتجري هناك على الموقع وعايزك تصوري مع كل الناس اللي هناك فهمها؟ أنا عايزة تقرير عايزين نكسر بيه الدنيا حاضر يلا يا ماما يلا بسرعة جري مساء الخير حالا نحضرلك العشو تشكر يا شوشو أول مرة تقولي يا شوشو ليه؟ مش ده اسمك على الفيس؟ شوشو المنحرفة؟ ولا الغلطان؟ إيه اللي انت بتقوله؟ خراسي عرفت كل حاجة وعرفتني مجوز مين على فكر انت بش فيهم حاجة؟ كيف هكذا ببقى؟ تطالة طالة تطالة تطالة هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا احسن الحمد لله الحمد لله يلا النامي بيش تقري في الاكل قبل ما اتنامي عشان هو ده اللي بيه اسباع الخير بقول لك ايه انت فكرت في مامتك قبل ما اتنامي بتجيلي كل يوم لا يا دكتور انا خلاص تعبت انا حاسة ان انا عايشة في توتر فضيع كل يوم بحلم بكوابيس يا دكتور يا دكتور يا دكتور ايوه حبيبتي انت بقيت كويسة خالص الحمد لله احنا وصلنا النص الطريق ليه بقاها لما اعترفت انك عيانة وبدأتي تتعلجي زائد الادوية اللي انا كتبها لك ابتدتي تغذيها والله يا دكتور انا باخد الادوية بانتظام بس حاسة ان التحسن بطيء جدا يا دكتور يا دكتور يا دكتور نعم قلت ايه بقول التحسن بطيء جدا ما عليش يا حبيبتي انا هزود على الادوية دي حاجة بسيطة قوي بس ليه شرط بقى اه مش عايزك تنزلي عند ماما خالص خالص ليه؟ علشان مش عايزك تشوف الكمبيوتر يا دكتور انا لو ما دخلتش على الكمبيوتر بدخل من التليفون اه طيب يا خلي تليفون ده تسيبيه قالص وهاتلك تليفون رخيص صغير ما يكونش فيه نت لا يا دكتور انا اتعتب جدا انا حاسة ان انا ما كانش المفروض اساسا ان انا اتجاوز يا دكتور نعم لا ولا حاجة انت مالك بس يا حبيبتي فيه ايه؟ كريم شكرا قوي على اللي انت عملته معايا بس انا ازعلان منك اوى يا امانة انت ازاي تخب عليها حاجة زي دي خفت يا كريم انك تسيبني واتطلقني وكمان خفت انك ما تفهمش المرض اللي عندي يا بنت انت بتكلمي واحد جاهل ولا مش متعلم انا اكتر واحد مقدر يعني المرض النفسي عارفة يا كريم بس انا المرض اللي عندي يكسف انت عارفة اكتر حاجة متعلاني منك ايه؟ ايه؟ انك مش واسقة من حبي ليكي ليه بتقول كده يا كريم؟ لانك لو واسقة من حبي ليكي كنتي حتتاكد انه اقوى حاجة في الدني اشتركوا في القناة